أضرار الصيام كثر الحديث من طرف المسلمين عن فوائد الصيام والدي لا أرى له أي فوائد بل العكس أرى أن للصيام أضرار صحية جسيمة خصوصا عند مصادفته لفصل الصيف حي الطول النهار وارتفاع درجات الحرارة بدرجات قياسية وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان أثرت أن أثير هدم الموضوع يعتقد بعض الأشخاص أن شرب كميات كديرة من الماء عند السحور يحميهم من الشعور بالعطش أثناء الصيام وهذا اعتقاد خاطئ لأن معظم هذه المياه زائدة عن حاجة الجسم لذا تقوم الكلية بفرزها بعد ساعات قليلة من تناولها لأن جسم الإنسان لا يقوم بتخزين المياه لاستدعائها عند النقص والحاجة عكس المود والعناصر الغدائية الأخرى بل يعتمد اعتمادا كليا على مدادنا له بالماء على فترات متقاربة للقيام بوظائفه الفيسيولوجية من الناحية الطبية أثبت الأطباء خطورة الامتناع عن تناول الماء لفترات طويلة متباعدة وخصوصا في فصل للصيف حيث تشتد حرارة الجو ويفقد الجسم كميات كبيرة من الماء في صورة عرق ويحتاج الجسم لتعويض الماء المفقود بالشرب وتناول الكثير من السوائل على فترات والإنسان البالغ يحتاج في الظروف الطبيعية إلى أربعة لترات ماء في اليوم الماء ضروري جدا للجسم للقيام بوظائفه الفيسيولوجية ولتصفية الدم من السموم الناتجة عن التفاعلات الفيسيولوجية للجسم وضروري لصحة الكل والصيام يحرم الجسم من تناول الكمية الكافية من المياه وهذا يؤدي إلى زيادة تركيز الدم وارتفاع درجة لزوجته مما يؤدي إلى الإصابة بالجلطات الخطيرة التي تسبب شلل النصفي وأمراض القلب لأن القلب يبذل مجهودا أكبر من اللازم ليضخ هذا الدم الزائد في اللزوجة عن الحدل الطبيعي إلى جميع أجزاء الجسم مما يسبب إرهاقا لعضلة القلب وتضخما وضعفا في القلب وقلة الماء في الجسم تسبب التراب نسبة الأملاح وتركيزها وهذا يؤثر على جميع الوظائف الحيوية في الجسم الصيامي يقلل نسبة السكر في الدم ويقلل التغذية التي تصل إلى المخ فيسبب ذلك انخفاض شديد في نشاط المخ والقدرة العقلية والذهنية ويوثر على استيعاب للطلبة واستذكارهم انخفاض نسبة السكر في الدم يسبب توتر الأعصاب واستثارتها فتر الصائم عصبي جدا وسهل الغضب ولذلك تكثر المشاجرات في رمضان بصورة كبيرة للجوع يسبب خمول الإنسان وكسله والطراب تركيزه وقلة نشاطه فينخفض الانتاج في رمضان بصورة كبيرة عند الإفطار يتناول للصائم كميات كبيرة من على السوائل نتيجة العطش الشديد ثم يبدأ في تناول الطعام بكميات كبيرة فيصاب بالطراب في الهضم وشعور مؤلم بامتلاء المعدة فيضطر الجسم إلى توجيه الدم إلى المعدة والجهاز الهضمي لهضم الكميات الزائدة من الطعام يضطر الصائم للقيام لتناول الطعام في ميعاد السحور وبذلك يقطع موعد النوم الطبيعي الذي يحتاجه الإنسان للراحة واستعادة النشاط مما يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية للإنسان وتكون شهيته لتناول الطعام في هذا الوقت منعدمة لأنه ليس الوقت الطبيعي لتناول للطعام فيضطر الإنسان للأكل بدون شهية ليواجه الجوع في اليوم التال ينام الإنسان بعد السحور نوما مضطربا وتكثر الكوابيس في هذا الوقت بالذات لأن النوم يكون غير عميق وساعات قليلة ويضطر الاستيقاظ بصعوبة شديدة للذهاب للعمل وهو منهك القوى ويشعر بالإعياء الشديد نتيجة الطراب للنوم منقول للفائدة وشكرا لمن قام بكتابته كي لا ننس فضله